إسرائيل تختال مذيعة سورية في غارة إسرائيلية أعلمية سورية تحت مرمى نيران الجيش الإسرائيلي من هي؟ ولماذا تم اختيالها؟ وإليكم آخر تصريحاتها أعلنت لهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري الثلاثاء مقتل المذيعة صفاء أحمد إثر قصف إسرائيلي على العاصمة دمشق وذلك في قصف إسرائيلي استهدف حي المزة غربي دمشق حيث تتواجد في القنصلية الإيرانية التي استهدفها قصف في الأول من إبريل الماضي مما أدى إلى مقتل عدد من القاضة الكبار في الحرس الثوري الإيراني وأعلن تلفزيون السوري عن اختيالها بهذه الكلمات تزف المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيدة إثر العدوان الإسرائيلي الغادر الذي تعرضت له العاصمة دمشق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا آخر ما نشرته أحمد على صفحتها بموقع فيسبوك قبل حوالي نصف ساعة من بدء القصف حيث كتبت أصوات قوية تسمع في سماء دمشق مصدر عسكري في الدولة السورية قد صرح لوكالة سانا الرسمية أنه نحو عند الساعة الثانية فجر يوم الثلاثاء شنت إسرائيل عدوانا جويا بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان مستهدفا عددا من النقاط في مدينة دمشق وأضاف تصدت وسائط ضفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها كما وأعلنت وسائل أعلام تابعة للرئيس السوري بشار الأسد مقتل المذيعة في التلفزيون السوري الرسمي صفاء أحمد وذلك في أعقاب غارة جوية نسبت إلى إسرائيل دون أن تعلق الأخيرة عليها وكانت صفاء أحمد تؤكد دائما على أهمية تعزيز حرية الرأي والتعبير وتقديم محتوى أعلامي يخدم المجتمع بعيدا عن التوجهات السياسية كما أنها انتقضت تهميش دور المذيعات في الآلام ودافعت عن حقوق المرأة في هذا المجال معتبرة أن الإعلام يجب أن يكون منصة تعكس التنوع وتعزز مكانة المرأة وأكد المصدر مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة ووفقا لوكالة سانا فإن صفاء أحمد كانت من بينهم وتنتمي أحمد إلى حي الزهراء في مدينة حمص الذي كان يعتبر من أكبر الأحياء الموالية المؤيدة للدولة السورية عند الدلاع الاحتجاجات الشعبية ضده في مارس 2011 ودرست في كلية الأداب قسم الأدب الإنجليزي بجامعة البعث الحكومية في حمص قبل التحاقها بالعمل الإعلامي كما باشرت أحمد عملها في مجال الإعلام منذ عام 2002 وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية والندوات الحوارية المباشرة وقدمت المذيع الراحلة العديد من البرامج في التلفزيون الرسمي اتسم الكثير منها بالطابع الاجتماعي والثقافي مثل حاضنة الحياة ونجوم صغيرة وصباح الخير وبلد سوريا وحوارات في الحضارة السورية وحلوة يا شام ترجمة نانسي قنقر